الله تبارك وتعالى اللي وهبنا النعم دي كلها أمرنا أن ننفق أمرنا أن ننفق طلع قال في سورة إبراهيم قل لعبادي الذين أمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا وينفقوا يطلعوا مما رزقناهم الله شوفوا عظمة القرآن جميل إزاي جوامع الكلم وينفقوا مما رزقناهم سرا هو الأصل سرا وعلانية عشان نشجع غيرنا بس تكون النية لله من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال هنيجي في الأخرة بقى نقول له طب أنا ربي ابعدني عن جهنم وادفع كام ما فيش تدفع وفي الأخرة فيه فلوس هتدفع لمين ولا خلال ما فيش صاحب هينفع صاحب صورة الزخرف الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين إلا المتقين يبقى أمرنا الله عز وجل أن نفق بس العظمة في القرآن زي ما بقولك قل لعبادة الذين أمنوا ويقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم استنى بقى الله رزقك إيه عشان تنفق منه والله رزقني مال طلع رزقني وقت عندي وقت الحمد لله ما باشتغلش من الصبح الغد بالليل وبتعالى ربنا كرمني وعندي دخل طلع من الوقت لو الله ده أنا عندي علم طلع وعلم الناس لو الله ده أنا عندي experience خبرة أنا ما شاء الله خبير جدا يلا ها يا ابن آدم أنفق ينفق عليك أنفق إيه؟ ما قالش طب ينفق عليك إيه؟ برضو ما قالش حديث في البخاري ومسلم طيب يبقى تطلع اللي ربنا سبحانه وتعالى قال لك طلع منه فزي ما قلت كل واحد بينفق بالشيء اللي ربنا أكرمه به يعني مش لازم ومش لازم الإنفاق يكون على الفقراء بس لا ده النبي صلى الله عليه وسلم سؤل الحديث الصيح مسلم يا رسول الله دينار ينفقه العبد على فقير ودينار ينفقه العبد في سبيل الله ودينار ينفقه العبد على أهله زوجتي وعيالي بروح أجيب فكهة واجيب لحمة أي ذلك أفضل؟ قال دينار ينفقه العبد على أهله إن أنا لما بروح أجيب فكهة واجيب أكل الزوجتي والأولادي بأخذ الأجر والثواب عليه حديث البخاري إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعله في فم امرأتك حتى ما تجعله في فم امرأتك لو أنت بتأكله بتأكل مراتك بتأخذ الأجر والثواب والحديث البخاري النبي صلى الله عليه وسلم يقول